يا أهلا من كل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وهنتكلم من خلالها إن شاء الله عن موضوع يعني بألافة للأنظار في الفترة الأخيرة يعني عادة لما بنيجي نتكلم على التهاب المفاصل خشونة المفاصل غالبا ما بيكون الكلام على كبار السن أو على الأقل يعني أقرب بيها لكن بقينا مؤخرا منشوف حتى شباب صغيرين في السن والبعض منهم رياضيين بالمناسبة وبيعانوا من التهاب المفاصل وخشونة المفاصل بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي حابين عرفها إيه الفرق بين التهاب المفاصل وخشونة المفاصل وده الموضوع اللي حنتكلم فيه مع ضيفي اللي بنوارني في حلقتنا النهاردة دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما صباح الفل على حضرتك صباح المغرب أستوى كريم صباح المغرب أخبرك إيه خلينا الأول بس كده أطلع بره شوية عن موضوع حلقتنا أو موضوع فقرتنا اللي المغرب بتعمله ده بيثبت حاجة واحدة بس لما أي حد بيحط هدف قدامه بيحط له خطة وبيكتهد فيها بيوصل إلى اللي هو عايز يوصل له طبعا وخلينا نروض ده ده بالفقرة بتاعتنا الهدف الأساسي من فقرة بتاعتنا بمن نحن بنتكلم في صحة المفاصل والعضم إن السادة المشاهدين كل واحد يبقى الهدف بتاعه إيه إزاي يحافظ على المفاصل بتاعته وإزاي يحافظ على عظام سليمة ده الهدف اللي إحنا بدينا عمله ده بقى والسادة المشاهدين عمله معنا ده اللي إحنا بنحط الخطة مع بعضينا نعمل إيه ناكل إيه ومناكلش إيه وكلام ده كله كلمنا عن تفاصيل خطتك ده حليك قلت في المقدمة خشونة المفاصل ودائما إحنا لازم نعرف المفاصل ودي زي ما اتفقنا أن الهدف الأساسي من هذه الفقرة هو إزاي السادة المشاهدين عندهم الثقافة خلي بالك لما يبقى عندك الثقافة هتعرف إزاي تتعامل مع جسمك أكيد ولما يبقى عندك الثقافة إزاي هتعرف تتعامل مع أكلك ولما يبقى عندك الثقافة هذا في وعي طبعا الله يرح عليك إزاي تتعاملنا حتى مع العلاج بتاعك أو المكمل الجزائي بتاعك تمام المفصل هو جسم الإنسان من ضمن مكوناته هو الهيكل العظم حل على فكرة الهيكل العظم ده اللي بيحميها العضلات عشان كده برضو لازم نحتمى بالعضلات تمام التقاء أي عدمتين ببعض عن طريق الأربطة والغضريف بيسموهم مفصل يبقى أي عدمتين ببعض بيرتقوا مع بعضيهم عن طريق الأربطة وبينهم غضريف بيسموها مفصل مفصل رجبة مفصل حوض كل ده أي حاجة في جسم الإنسان تمام طيب خلي بالحركة أن الغضريف بتعمل إيه الغضريف هي بتعمل زي مخدات المخدات دي بتمنع احتكاك العظم ده بعض مع تقدم العمر أو زي ما حقاك قلت في المقدمة إن أنا ممكن أكون بمارس رياضة بطريقة خاطئة عشان كده أنت لازم لما تيجي تمارس رياضة لازم برضو عندك الثقافة الرياضية أمشي إزاي وتحرك إزاي ونوع الرياضة اللي بمارسها ويستحسن يبقى تحت إشراف حد لأن أنت ممكن تيجي تمارس رياضة تتوصلك لمشاكل في العظم أو 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 تمام أو تعمل تمرينات بشكل خاطئ أو ضاع مش مصبوطة لأنه يبقى عندنا مشكلة طيب نيجي بقى إلي بيحصل الغضريف دي هي بتعمل مخدات بتمنحتك العظم بعض وبين هذه الغضريف فيه سائل اسمه الهيدرونيك أسد أوكي أسد ده اللي هو اللي هو بيسموه بعد كده الكارتريج اللي هو زي حاجة زي الغضريف اللي هي بتمنع حاجة زي الغضروف كده سائل بيسموه سائل زلالي أو سائل لازج العداد السائل الخطيئة في الأكل أو في التمرير الرضية أو 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 وما تخدم عمر السائل ده بيقل فالسائل ده لما يقل اللي بيحصل الغضريف تحكم بعض الغضريف لما تحكم بعض إلي يحصل تتأكل بعد كده العظم يحكم بعضه نخش في خشونة الرجبة خشونة الرجبة منها من ضمن التأسيمة بتاعت خشونة الرجبة بالدرجة الأولى والتانية دي اللي احنا بنحاول اللي احنا ما وصلوش إنما ممكن خشونة الرجبة لو ما تعالجتش صح نخش في تغيير مفصل يبقى شوف احنا جايين منين اه طبعا يبقى من عداد سيئة خطيئة طبعا أو عندناش ثقافة ريضية أو الثقافة الغذائية إن احنا بقى عندنا الغضريف التاكلة العظم يحكم بعضه دخلنا في تغيير المفصل حركت وصل دي بالضبط بالثقافة الغذائية حلو قوي حركت مثلا على سبيل المثال إيه اللي أكل اللي أكله وإيه اللي أكله من أكلوش تمام يعني مثلا الأكل اللي فيه مالح كتير ده على فكرة بيأثر في العظم بصورة سيئة إننا مفهود النهاردة لازم لازم يبقى الأكل بتاعي أو يبقى فيه عند مصدر الكالسام مصدر الكالسام يأما باخد منتجات الألبان أو باخد الخضرات الورقية أو على فكرة مثلا فيه معلومة كده السادة موشيني يعرفوها زيت السمسم المعلقة الوحدة منه بتعادل كوبايتين ونص من اللبن يبقى خادت لو خدت معلقة زيت السمسم في اليوم خدت مصدر أساسي للكالسام بحتاجاتك اليومية لأن الكالسام هو الأساس في العظم فيتامين دي فيتامين دي هو لازم يبقى جسمك فيه فيتامين دي بالكميات الكافية لأنه هو المسؤول عن مصدر الكالسام في العظم حتى المفصل المفصل الجسم الإنسان قردي فيه مواد بينتجها هي اللي بتحافظة عربيةها أو الغضريف كلوكوزامين وكندورتون كلوكوزامين وكندورتون الجسم قردي بينتج هذه المواد بس مع الحادات السيئة الخطيئة الجسم أصبح يقول لي هذا الانتاج فإيه اللي بيحصل الأربطة والغضريف يحصل فيها مشكلة تبتلك تتاكل ونخش في المشكلة اللي احنا قلنا عليه في الأول الجزء اللي فاتده هنقول لازم يتراعه كإجراء وقائي طب اللي أصيب بقى بالفعل بخشولة الرجل نحنا بقى النهاردة بنتكلم في الحاجتين كإجراء وقائي وكإجراء علاجي طب هل النهاردة أنا ممكن أحللك عزي المشكلة عن طريق مكمل الغذاء أنت تاخده يبقى مصدر الكولوكوزامين والكندروتون والهيرونيك أسد هو الدقي اللي احنا جئين نتكلم عليه النهاردة وأول حاجة عندنا في كورس العادم النهاردة الجوينت بيكس وعلى فكرة هو من اسمه هو قصب الجوينت يعني قصب المفاصل إيه بقى قصة الجوينت بيكس ده عبارة عن إيه عبارة عن خمس حاجات وهو بيعمل خمس حاجات أول حاجة فيه الكولوكوزامين والكندروتون وإحنا نتفق أن الكولوكوزامين والكندروتون وهيرونيك أسد يدور قردي الجسم بينتجه بس مع الزمن أو مع الحادث السيئة الخطيئة بيقل هذا الانتاج فيبتدي المفصل يتأثر عندي يبقى أنا بديهولك في صورة مكمل غذائي وعلى فكرة عليه مكمل غذائي أصلاح أن تسمع كتير أول قصة المكمل غذائي مكمل غذائي ده هو من اسمه أنا بكمل لك الأكل بتاعك الغذاء بتاعك أو بكمل لك حاجة الجسم بينتجها بس ببقاش ينتجها بالكميات الكافية فبديهي لك في صورة مكمل غذائي هو مستقلص من مصادر طبيعية وعادي ميزة المكمل غذائي أن أنا بديهي لك بصورة مبسطة ولكن بصورة سهلة أنك تأخذها تمام نرجع الثاني للجونت بيكس جونت بيكس خمس حاجات وبعمل خمس حاجات وإن أول حاجة عبرها الكولوكوزامين بتركيز 500 ميلي جرام على فكرة احتياجات الجسم في اليوم من الكولوكوزامين 1500 يعني الجسم محتاج كل يوم 1500 فأنا بديك 500 بس إحنا هنا هنديك أرسل مع بعض من الجونت بيكس فأخذت 1000 وأنا بساعد الجسم ينتج لل500 الثانيين أنا مش عايز أوقف نشاط الجسم فإذا انتخذت احتياجاتك اليومية من الكولوكوزامين 1500 المركب الثاني في الجونت بيكس اللي هو الكوندروتون الكوندروتون هو تركيزه في الجونت بيكس 100 ميلي جرام المركب الثاني هو الهيرونيك أسيد عارف على الفكرة الهيرونيك أسيد ده محطوط في صورة مبسطة في صورة أراس في الجونت بيكس ده اللي يحرك في بعض الناس لما يبقى عندك شونا في الرجبة بتحقن أنا بقول لك لا ما تحقنش بقى أنا مبدولك في صورة أراس ده هتديك نفس النتيجة نفس النهو عشان يحافظ على كمية السائل اللي ما من الغضاريف بس هو مش الحق اللي بيكون موضعي فبقى أسرع في الوصول للمكان المنشور القصة هنا مش في الصورة قصة في انك توصل في الآخر يبقى موجود الهيرونيك أسيد أنا مش بديك حقنة علشان تخف بسرعة انت مش عندك ألم فأنا بديك حقنة مساكل ألام لأ أنا بكون لك السائل ده لأ أنا بكلمك على وصول السائل ده للمنطقة المنشودة اللي هي عند المفاصل ما هو أنا اللي يهمني يهمني مش السرعة في الوصول يهمني التركيز اللي يوصل للوصول تمام يبقى احنا اتفقنا النهاردة كلوكوزامين كوندروتون الهيرونيك أسيد مش كده في بعض الأحيان في حاتة الناس ديك حاجة تبقى مدادة للتورم وده اللي موجود في الجوينتي بيكس اللي هو مستقلص البرومالين أو مستقلص الأناس مستقلص الأناس بيشتغل حاجة مداد للتورم آخر حاجة عندنا في الجوينتي بيكس المكمل الغزاء الأول بتاعنا النهاردة هو مستقلص الزنجبيل أو الجنجر الزنجبيل بيعمل حضرتك هنا بيساعد في تسكين الألم دي رقم واحد وبيخلي الدورة الدموية بيبقى فيها سرعة أو بالدرجة الكافية في حتة المفصل يعني بينشط الدورة الدموية تمام يبقى هو عبارة عن خمس حاجاته عمل خمس حاجاته عمل إيه عادة الأربطة والغضريف عن طريق كلوكوزاميل الكوندروتون سهولة حركة المفصل عن طريق الهيرونيك أسد اللي موجود في الجينتي بيكس مساكل الألم عن طريق الجنجر مداد للتورم عن طريق البرومالين آخر حاجة تقوية العظام وعشان كده بيسموه القوة الخمسية للحصول على صلم على غضم أفضل يبقى نحن نلواتي عالجنا نحن مش عالجنا بقى نحن هنا خلناك ما توصلش للعزية المشكلة نحن وقينا وقينا ودينا لك حاجة وقائية خاصة أن أنا بديك حاجة مكمل غذائي حلو أرجع برضو نفس السؤال هل يعني بعيدا عن الجزء الوقائي الجزء العلاجي متحقق برضو من خلال نفس المكان الجرعة بتختلف يعني يعني أنا بديك أرسين من الجونت بيكس قبل ما تنام بالليل بقدي أصبحت جرعة علاجية أي فئة عمرية أي فئة عمرية إنما أنت لو عز الوقائي بتاخد أرس واحد لو أنت بتلعب رياضة ومش عايز توصل لمشكلة في المفصل فتاخد أرس واحد قبل ما تنام بالليل من المكمل الغذائي وأنا دائما باتك على كلمة مكمل الغذائي هنفضل متكين عليه طول ما احنا في الفصل اللي هنطلعه حالا ونرجع بقى نكمل الكلام بقى لإستحضر أهلا بيكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيفي العزيز اللي منوارني في حلقتنا النهاردة الدكتور علاء الدين أحمد وكنا بنبتدي بقى نفسص مكونات جوينت بيكس هلو هننتفع أن جوينت بيكس والهيرونيك أسد واتفقنا الكلوكوزاميل وكندروتون دون هما المسؤولين عن صحة وتجديد الأربطة والغضريف والهيرونيك أسد ده المسؤولة السائل اللي هو بين الغضريف عشان ما تتكالش وده بيسهل من سهولة حركة المفصل المكون الرابع عندنا اللي هو مستقرص البرومالين هو مستقرص الأناز ده حاجة مضاد للتورم المكون الخامس عندنا في الجوينت بيكس اللي هو مستقرص الزين جميل اللي هو بيساعد مساكل الألام وتقوية للأعظام وبيساعد الدورة الدموية تبقى ناشطة عشان كده وبيعمل خمس حاجات سهولة حركة المفصل تجديد الأربطة والغضريف تالت تالت حاجة اللي هو مضاد للتورم رابع حاجة اللي هو مساكل الألام خامس حاجة اللي هو تقوية الأعظام طيب احنا كنا كلمنا بدا كده حضاك أشارت انه بالنسبة للفئات العمرية مفيش مشكلة قوي مع التعامل مع جوين تيكس مش كده برضو احنا اتفقنا الفئات العمرية الصغيرة انا بديله حاجة وقائية فبياخد قرس واحد قبل ما نان بالليل وحتى الفئات العمرية الكبيرة اللي هي ما عندهاش مشكلة ما بتشتكيش من تقطاقة في الرجبة ما بتشتكيش من ورن في الرجبة تشوف شكل الرجبة ألم في الرجبة مبرح ده بياخد هنا كوقائي اللي حذرك ذكرتوا ده كل دي أعراض خشونة الرجبة بما فيها تقطاقة طبعا على فكرة تقطاقة دي من أول الأعراض في ناس بتساوي ان يقولك ان الرجبة لا ده أنت هنا اصلي تقطاقة حصلت من إيه السائل اللي بتدى يقل فالحق خد الجينت بيكس عشان ما تخشش مني في خشونة رجبة والأمر يا تصاعب تغيير مفصل تمام احنا في بداية في بداية حالية نهاردة نتكلم أن جسم الإنسان من ضمن وكوناته هو الهايك العظم يبقى لازم أحافظ على صحة الأظام خاصة روح نتكلم على كورسس الأظام هو مكون من مكملات غذائية في عندي حاجتين فيتامين دال وفي عندي الكالسام فيتامين دال هو المسؤول الأساسي عن ترسيم الكالسام في العضم امتصاصه ترسيم الكالسام في العضم يعني أن لو عندي مشكلة في فيتامين دال ويأخد كالسام أنا معلكتش المشكلة لازم الأول يحل مشكلة فيتامين دال اللي معظم الناس بقى عندها نقص في فيتامين دال يعني سبحان الله من قلة الشمس في بلدنا نحن نتعرضش للشمس هو بيسمون ده على فكرة فيتامين الشمس بس إحنا لا نتعرض للشمس فبالتالي التحليل بتقول للناس كلها عندها مشاكل فيتامين دال وعلى فكرة من ضمن نقص فيتامين دال يبقى عندك مشكلة في العضم وتخش في الكآبة ما مش عارف ترام عندك قرأ الحالة النفسية معدلات الحرق بتقل كل دي خلي بالك أنا بقول لك أنت عندك هنا مشكلة نص فيتامين دال المكمل الغزاء بتاعنا التاني اللي هو الفيتامين دال الفيتامين دال فيه أو التركيز بتاع فيتامين دال فيه 2000 واحدة دولية وعلى فكرة هي احتاجات الجسم في اليوم من 2000 ل4000 يعني أنا بديك احتاجات الجسم بتاعتك من فيتامين دال علشان أساعد بعد كده في المتصاصي الكالسا يبقى أول حاجة أنا حطيت لك الأساس اللي هو فيتامين دال الفيتامين دال الفيتامين دال اللي هو التركيز بتاعه 2000 ودي احتاجاتك في اليوم وقائي بتاخد قرس واحد بعد الفطار لو انت عندك مشكلة فيتامين دال أو عراض نقص فيتامين دال بتاخد قرسين بعد الفطار طب هل فيه أي مكون من لحظاتك تكلمت عنهم ممكن يتعارض مع حد عنده مشاكل سواء التهاب مفاصل أو خشونة مفاصل بس في نفس الوقت وعنده مرض تاني مثلا من عينة الضغط السكر الكوليسترول النوع ده من الأمور فيه أي مكونات ممكن تتعارض المريض الوحيد اللي ما ياخدش أي دوة أو مكمل غزائي يبقى عنده حسين من الدوة فقط ده العزر بس خاصة أنا أكلمك على مكملات غزائي يبقى نحن النهاردة ادنا لك الفيتاميندال في الفيتابيكس بتاعنا المكمل غزائي التاني بتاعنا النهاردة حددت لك مشكلة فيتاميندال يبقى نيجي بقى الكالسيم هو الكالسيم هو اللي بيكون العضل وهو اللي بترسل في العضل وإحنا اتفقنا أننا عندنا عداد سيئة خطأ فبنا بناخدش احتاجاتنا من الكالسيم اليومي فبتيجي على سن العشرين والخمسة والعشرين والتلاتين يقول لك أنا عندي مشكلة في العضل ما هو أنت من الصغر ما خدش الكالسيم المزدوط بتاعي عشان كده ادتك المكمل غزائي التالي بتاعنا اللي هو اللي هو محطوط الكالسيم فيه بصورة كالسيم ساتريت ودي تعني شيء لأن معظم على فكرة الكالسيم موجود في سوق محطوط في صورة كالسيم كربونيت بس مشكلة الكالسيم كربونيت أنه بيأثر في المعدة وبتأثر في المعدة وتلاقي دائما الناس اللي بتاخد كالسيم يقول لك بس أنا بعدين تتوجعني عشان كده أنا حاليت هذه المشكلة أن أنا حطيت الكالسيم في صورة كالسيم ساتريت وعلى فكرة في الوروبرو في أمريكا فوق وفي الكالسيم بناخد أرس بعد الغداء يبقى إيه اللي بقاش على معدة فضي اللي أنا ولا حضرتك در بس عشان تمام أنت مطمئن وتأخذ الكالسيم يبقى ندتك الصبح الأساس بتاع اللي هو فيتامين دال في صورة الفيت بيكس اديتك بعد الظهر بعد الغداء اديتك الكالسيم اللي هو سيت زيت معناها بالضرورة أن المفصل ده بيعاني من التهاب أو بواد الخشونة ولا في أسباب تانية ممكن تكون وراء الألم بس احنا هنا بنقول خلي بالك أنت ممكن يبقى عندك مشاكل في المفصل وانما الطبيب المعالج هو اللي يجزم تماما أنت عندك مشكلة في المفصل يبقى أنت أول ما تحس بألم بتروح للطبيب المعالج احنا هنا مش عايزين نوصل لطبيب المعالج احنا بنقول لك خد كحاجة وقائية انا سعيد كالعدل بوجود حضرتك معنا وورتنا بحلقت النهاردة ونتمنى ان شاء الله المغرب تعمل المعجزة ان شاء الله سهل الحال يا رب ان شاء الله من بؤك لمب السبب انا بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة وان شاء الله يكون ويك اند سعيد علينا كلنا ويا رب نسعد فعلا مع نهاية لقاء النهاردة بين المغرب وفرنسا نسعد ونتشرح في فوز المغرب يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا ونشوفكم على خير اينا اشترك